اشتركوا في القناة وحسب المعلومات المتوفرة دخل طالبان في مشاجرة وقبل ان يرتطم رأس احدهم في الطاولة دخل احد الزملاء لفض الاشتباك وبعد فض الاشتباك بين الطالبين فقد الطالب المتوفي توازنه وارتطمت رأسه مرة اخرى بالسبورة قبل ان يسقط على الارض ويفارق الحياة وحاول المشرف الصحي في المدرسة اسعاف الطالب وذلك عن طريق التنفس الصناعي الا ان الطالب المتوفي تعرض لنزيف في المخ بسبب ارتطام رأسه في الطاولة وقرر والد الطالب المجن عليه التنازل لوجه الله تعالى عن الطالب المتهم والذي يعد الطرف الثاني في القضية سواء كان بعمد او بدون قصد ربنا يعوضه خير اللهم امين ويجعل ابنه من اهل الجنة اللهم امين